كنت اتكلمت معاكم من حلقتين تقريبا عن الفنان يوسف الشريف في بوست مهم جدا استوقفني انا شخصيا حابب ان انا اقوله لحضراتكم لانه مرتبط بالانا بدأت به التعازي لوالد السيدة ميرفا تعبدو او حتى الفنان رجائك جدا نرد البوست للناس بعد اذنك يا سيستامر وعاوز اقول لكم الراجل ده كتب ايه ان كلام يريح قلبك لو انت عاوز تبقى هادي فنان يوسف الشريف قال ناس عايشة في بطرامنات وجات لها الكورونا وناس نيمة عن رصيف وزي الفل ناس تانية صابت وشفيت لوحدها وناس تانية صرفت فلوس وتحليل وماتت في الاخر لحد عارف ايه اللي خف خف ليه ولا اللي مات مات ليه ناس تقولك اللي بيموت سنه كبير تصحى الصبح تلاقي شباب ماتوا وعواجيز ربنا نجاهم يقولك الجهل وعدم الوعي سبب الاصابة تلاقي ده كترة واسادزة بيعلنوا باصابتهم بالكورونا وبيموتوا بسببها نفهم بقى انها مش بايد اي حد خدوا بالكوا يا جماعة عشان ده اللي انا عاوز اقولهلكو نفهم بقى انها مش بايد اي حد غير ربنا هو ليه حكمة في كل اللي بيحصل ربنا يسترها علينا جميعا ويعديها على خير وكل ده ولسه في ناس بتزلم بتسرق بتنافق بيتحكوا في وش بعض ربنا خرجنا منها على خير الدنيا بقت مسخة وكله بتاع مصالح يلا نفسي الا من رحم ربي لنا الله لا اله الا الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم طبعا يعني ليه انا كنت حريصا انا ابدأ معكم بالبوست ده هو بيريح قلب كل حد بيشوف دلوقتي ان الموت مالوش اسباب مش عشان كبير مات او عشان صغير مات خصوصا في اصابة الكورونا ولكن العبرة والقيمة ان احنا نتعز من اللي بيحصل حوالينا كانت منورنا الدنيا الفترة اللي فاتت النهاردة مش موجودة معنا كنا كلنا بنشيد بيها الفترة اللي فاتت النهاردة موجودة في مكان احسن من اللي كلنا عايشين وعند اللي خلقها فلازم كلنا نهون على نفسنا علشان الحياة والله تاني والله ما مستهلة فرفقا بالعباد وبنفسكم الدنيا اهدى من كده بكتير